منذ شهر تقريباً والخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة تشهد تصعيداً شعبياً للمطالبة بتفعيل أجهزة الدولة وضرورة إنفاذ القانون حال تحتقان غير مسبوقة يعيشها سكان الخوخة المدينة الأكثر اكتظاظاً من بين مناطق جنوب الحديدة فضلاً عن كونها أكبر تجمع للنازحين في الساحل الغربي قياب الدولة وضعف أجهزتها ورقة تحاول بعض الأطراف استثمارها بما يخدم أجندات ميليشيا تتربص بكل منطقة يفترض أن تتواجد فيها الشرعية ثم تستفادة واضحة لدى أمراء الحرب وقيادات الميليشيات في الساحل التهامي باستثمار حالة الفلتان الأمي في الخوخة وحيس وغيرها من المناطق التي يقال عنها محررة لتثبيت سلطانهم فقد أصبح كل قائد هناك يقيم نفسه مقام الدولة وبات لكل لواء سجن خاص وفوق الجميع سجن عام في المخى تحت لافذة ما تسمى الشؤون القانونية التابعة للقوات المشتركة المدعومة من الإمارات لا أحد مستفيد من غياب الدولة جنوب الحديدة إلا الميليشيا الخارجة لأنها الرابح الأكبر من فشل الشرعية في مناطق يفترض أنها تتبعها ومن حالة الفوضى الشعبية التي لا تخل من تجاوزات تتناقض مع مبدأ السلمية أصبح الأمن أهم مطالب الناس نظرا لتراكم القضايا الجنائية وظهور حالة الشللية وعصابات القاتل التي تسترخص دماء الناس مستقوية بالنفوذ والسلاح المنفلت أحمد بهدير في الخوخة وياسر عليان في حيث ضحايا لحالة الانفلات وغياب الدولة واستبداد ذوي النفوذ المسلح لذا فإن التساؤل الملح والمطروح لدى السكان أين الشرعية مما يجري في الحديدة وإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه من غياب للدولة وانفلات على كل المستويات